وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد دكتورة أيسين كمال عضو المنتدى العراقي للنخب والكفاءات مرحبا بك دكتورة نبدأ من مخاوف من انتشار مرض الإيدز اليوم في محافظة ذيقار والحديث عن 150 حالة اليوم في المحافظة كيف من الممكن أن نقرأ تعاطي المحافظة مع هذه الحالات أو مع هذا العدد إذا ما تحدثنا أيضا عن الإجراءات اليوم التي يتخذها مجلس المحافظة ولجنة الصحة أيضا أهلا وسهلا بكم تشرفت بكم حقيقة هذا يعني يشير أنه هناك وباء مستقبلي يقضي على هؤلاء الشباب وعلى أعمار السانوات القادمة عندما يدخلون في مراحل البلوغ لأن الشباب المهمة بالمجتمع وتعتبر الفئة الهشة يتعرضون لعوامل خطورة كثيرة وكما نعلم الشباب يرتادون مراكز الجم والمسابح ومراكز التجميلة المنتشرة التاتو والعمليات التجميلية مراكز نقل الدم هذه كل وسائل تعرض هؤلاء الفئة الهشة لهذه الأمراض وصراحة يعتبر أنا في رأيي دقة جرس الخطر ناقوس الخطر يبتدئ من هنا وسوف ينتشر إلى محافظات الجنوبية الأخرى ليس فقط في ذيقار نعم لكن دكتور رأيسن ما هي الإجراءات التي من الممكن إتخاذها اليوم للحد لربما من انتشار هذا المرض إجراءات كثيرة يجب على السياسة الصحية تبدأ بتنفيذها واتخاذها صراحة قبل مرض الأيز أنا أعطيك إشارة إلى المخدرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ ليس فقط في ذيقار وحتى في بغداد المخدرات هي وسيلة الأولية لانتشار في رأيي لأنه الحقن وزرق الأبر وباستمرار وهذه أحد الوسائل المهمة أيضا من عدى الأمور التي ذكرتها في انتشار هذا المرض الخطير الذي يضعف من جهاز المنائي ولربما يبقى فترة طويلة يتعالج ولن يشفى هذا الشاب لأنها تبدأ بأمور بسيطة والكشف أيضا صعب في هذه الحالة صراحة لربما أسبوعين إلى ثلاث أشهر نستطيع كشف هذا المرض حتى بعد رجوعه من السفر ففي هذه الفترة المصاب سوف ينقل هذا الوباء إلى أعداد هائلة أيضا هذه الأيام نستذكر من خلالها أيام كورونا وكيف كان ينتشر المرض بطريقة هائلة وفعلا كانت السيطرة عليها صعبة جدا بهذا علينا التركيز على المنافذ الحدودية وأنت اليوم عضو في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات وكما هو الحال أشار مراقبون من قبل إضاء إلى ضرورة اليوم مراقبة المنافذ الحدودية المطارات خاصة وأنهنالك دول موبوءة بهذا المرض هل بالفعل من الممكن تحقيق ذلك والسيطرة على المنافذ الحدودية وإجراءات لربما التي تحدث في المطارات نعم فحص القادمين وأنا في رأيي الفحص الدوري لهم لربما الفحص الأولي سوف لن يكشف لنا المرض ممكن الفحص المختبري بعد أسبوعين إلى ثلاث وحتى إلى شهر شهرين يظهر المرض ممكن يضعف الجهاز المناعي ممكن يؤثر على المريض وممكن الأعراض تكون غير واضحة في البداية فلهذا الفحص الدوري للمريض وباستمرار لهذه المنافذ الحدودية خاصة الدول المجاورة فنقل الدول المعرضة إلى السياحة سواء الخارجية وحتى الداخلية السياحة سواء الدينية وغيرها فهذه المدن التي نسترتادها كثيرا القادمون منها يجب أن نعرضهم إلى كشف مثل ما كنا نعمل أيام كورونا وكنا نبرز هويات ثابتة للفاحصين إلى هذا المرض أعتقد نرجع إلى الأيام القديمة ونلتزم بها زائد النصائح والتوعية والرشد بالذات إلى فئة الشباب الذين لا يعنون إلى صحتهم ولا يفهمون وليس لديهم الإدراك والوعي الكافي بكيفية البصابة بهذه الأمراض دكتور أيسن في ملف صرحي آخر وفي سؤال أخير نتحدث عن مرض السرطان اليوم هذه الشريحة التي تعاني وتهديد للعراق اليوم فيما يتعلق بهذا المرض خصوصا في ظل الحديث عن شبهات فساد اليوم تتعلق بالأدوية المستوردة من الخارج وتغليفها لربما بأنها منتج عراقي أحسنتي على هذه الملاحظة المهمة التي نعيشها نعيش ليست أيام وإنما ساعات بألم مع مرض السرطان أنهم يتعرضون للظلم والفساد يتعرضون لقلة الأدوية أو سوء الأدوية المتوفرة لديهم صعوبة حصولهم لهذه الأدوية وخاصة بدأت المشكلة تتفشى أيام كورونا وانتشار هذه الأمراض وصعوبة أيضا علاج المصابين نحن في الرعاية الصحية نتمنى تقديم الرعاية الصحية الأولية قبل الإصابة والاهتمام بنوعية حياة الإنسان العراقي وتمتعها بالصحة الجيدة بمأكلة والياقل يتمتعها بابتعادة عن التبوغ وعن الكحول وعن سوء استعمال الأدوية أصلا حتى الموجودة نهتم بهذه الأمور التي يجهلها أغلب شعبنا فبعد الإصابة بالسرطان فنبدأ بالمرحلة الثانوية وتوفير الأدوية المناسبة وليست الأدوية التقليدية الضارة بصحتهم وتردي وضعهم إذن فبهذا الحالة سننتقل للمرحلة الأخرى أنه سيصبحون على نفسهم وعلى المجتمع وعلى اقتصاد البلد ولن يشفون من هذا المرض يؤدي طبعا بهم يؤدي بحياتهم نعم دكتورة أيسين كمال عضو المنتدى العراقي للنخب والكفاءات كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك